موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى الاستثمارات تنتعش في محافظة البصرة العراقية في قطاعات النفط والبنية التحتية والخدمات موسيقى موجة المصالحات في أرياف حماس سوريا تتيح زيادة المساحات المزروعة وأمال بمحصول وفير مزارع غزة يواجهون الاحتلال والحصار وسعي لمضاعفة إنتاج القمح رغم الأخطار موسيقى أهلا بكم رغم المعارك المستمرة في مختلف أنحاء العراق تنتعش الاستثمارات في محافظة البصرة استثمارات نفطية وغير نفطية في المحافظة التي عدت المركز الرئيس للأعمال في العقود الأخيرة ليس بالنفط وحده يحيى العراق محافظة البصرة قدمت نموذجا جاذبا للاستثمارات الأجنبية بعدما أقيمت فيها مشاريع كبيرة غير نفطية بموجب الترخيص الصادر لها من هيئة استثمار البصرة أبرزها مركز تسوق البصرة تايم سكوير ومشاريع سكنية حديثة توفر أكثر من 1800 وحدة سكنية المستثمرون توفدوا من لبنان والصين وإيران وباكستان برغم غياب التسهيلات في منح الأراضي وبطء التلخيص الجمركي لدينا معدل الاستثمار الأجنبي يفوق معدل الاستثمار المحلي حيث تصل نسبة الاستثمار الأجنبي حدود 59% وفي حين الاستثمار المحلي حدود 38% والاستثمار المشترك حدود 4% تقريبا محافظة البصرة كانت على الدوام مركز الأعمال الرئيسية في العراق فيها المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج وفيها غالبية احطياطيات البلاد من النفط والغاز واليوم أضيفت إليها الاستثمارات في البنية التحتية وقطاعي الخدمات والإسكان ليست كل الإجازات منفذة على أرض الواقع بعضها لا يزال في طور إكمال التعاقد والإجراءات مع الجهات المالكة للأراضي ونأمل حقيقة خلال الأيام القادمة انتذل العقبات خاصة من قبل وزارة المالية بتوقيع العقود ليتسنى لأكثر من 30 أو 32 مشروع المباشرة بأعمالهم داخل المحافظة وتستمر مناقشة قوانين جديدة في وزارة المالية لتسهيل عمل المستثمرين وطمأنة أصحاب الأراضي للسماح بالاستثمار الأجنبي على أراضيهم علما أن محافظة البصرة أصدرت نحو 109 إجازات استثمارية قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار لكن انطلاق العمل ما زال متعثرا عشية قمة مفصلية لمنظمة أوبيك يخطط العراق لتعزيز صادراته النفطية فقد أكد معنيون أن العراق سيصدر 5 ملايين برميل إضافية من الخام في حزيران يونيو لينضم بذلك إلى منتجين آخرين في الشرق الأوسط في تعزيز حصتهم السوقية الصادرات الإضافية قد تعود انكماش الإنتاج وتعطل الإمدادات في أماكن أخرى ولكن الإمدادات الجديدة قد تؤخر أيضا توازن السوق العالمية المضخمة بالنفط وتعتزم السعودية والكويت وإيران والإمارات زيادة الإمدادات في الربع الثالث وقاعة الكويت وشركة لماك التركية عقد إنشاء مبنى للركاب الجديد في مطار الكويت الدولي بكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات و300 مليون دولار وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 6 سنوات ويرفع المبنى الجديد قدرة المطار على استقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا انكماشت الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي في نيسان إبريل 6 مليارات دولار مع اضطرار المؤسسة إلى تسييل الحيازات المالية لتغطية عجز كبير في الموزنة العامة وانخفض حجم الأصول الأجنبية أكثر من 1% على أساس شهري لتصبح 572 مليار دولار في وقت وصل فيه الهبوط السنوي إلى 16% وهو أدنى مستوى منذ 5 سنوات موجة المصالحات في أرياف حماس سوريا تؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة ما يعد بموسم زراعي جيد وتأمل الحكومة أن يتمكن أبناء المحافظة من جني ما زرعوه بعد قيام الجماعات المسلحة لخرقات عدة للهدنة المعقودة قد تكون هذه المساحات المزروعة خسائر صافية للفلاحين في محافظة حماس سوريا إذا لم تلتزم الجماعات المسلحة الهدنة المعقودة فخلال الأشهر الماضية وبإشراف روسي أوقفت الأعمال الحربية الفلاحون استبشروا خيرا وهيئوا البذارة والشتول ليزرعوا أراضيهم من جديد لكن سرعان منهارت أمالهم مع تسجيل خروق ضخمة لوقف إطلاق النار هنا نحن فعلا عايشين منطقة قنص يعني نطلع مسألة إذا بدنا نطلع أراضينا بدنا نطلع بعد العشرة وبنجي قبل الساعة 12 إثر مجزرة الزارة غادر العديد من المزارعين أراضيهم مجددا تاركين خلفهم كل ما تكلفوه ليعيدوا الحياة إلى حقولهم بلدة منطقة الحمرة تمثل الأقناح 70% من المساحات المزروعة فيها هذا العام لم تتخطى المساحات المزروعة هامشة لعشرين في المائة من الأراضي المخططة لدينا بمصحة كفر زيته بمجازرات كفر زيته بحدود لـ 4100 هكتار أو 4200 هكتار المنفذة تاريخه 1200 هكتار هذا كله بسبب الخوف المزارعين أنه يطلعوا ويخدموا أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية المزارعون يأملون أن تعود الميليشيات إلى التهديئة في حمى كي يتمكنوا من حصاد المحاصيل وهم يعلمون أن إنتاج المحاصيل الرئيسية شهد تراجعا عن العام الماضي لكن القليل بالنسبة إليهم أفضل من لا شيء استلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر 4 ملايين و 460 ألف طن من القمح المحلي وذلك منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف نيسان أبريل الماضي وكانت قد رصدت مصر أموالا حكومية لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي لكن وزارة الزراعة أعلنت التزامها شراء أي كمية يرغب المزارعون في بيعها حتى نهاية الموسم الحالي رغم المخاطر الكبيرة المحيطة بهم نجح المزارعون في قطاع غزة بحصاد محصول القمح هذا العام وسجل إنتاج هذا المحصول نموا أفضل من السابق رغم أن محاولات الاحتلال استهداف المزارعين ومحاصيلهم لا تتوقف أحمد شلدان هي ساعات الصباح الأولى إذ تأذن بيوم عمل جديد موسم حصاد القمح والشعير دب الحياة في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة 25 ألف دنم من الأراضي تمت زراعتها بهذا المحصول الذي تمكن المزارعون من حصاده بشق الأنفس بفعل جرائم الاحتلال بحقهم لو ما نبلش الموسم وصار نمو للنبالة الزرعين والقمح والشعير والبازيلة تجنلوا طيران للصائل لطلعوا ورش مبادات للأعشاب أدى إلى ضعف عملية النبات في اليوم الصباح صار يطلق نار برضو الصباحية يعني هجوا المزارعين على مكان تاني وبعد يهدر اطلاق النار برجعوا كمان مرة على نفس المكان الموجود يعني اعتداءات الاحتلال على الأراضي المزروعة بالقمح تسببت بتلف ما يزيد عن ألف دنم ورغم هذا فقد نجح محصول القمح لهذا العام في تسجيل معدل إنتاج أفضل من سابقه بفعل موسم الأمطار الجيد تجاوز متوسط الإنتاج هذا العام 450 كيلو جرام للدنم قرابة نصف طن من الدنم فزرعنا 23 ألف دنم فأنتجنا ما يزيد عن 12 ألف طن من القمح ونصفها تقريبا من الشعير ولا يتجاوز إنتاج القمح في قطاع غزة العشرة في المائة من حاجة السكان إليه وهو ما يعني ضرورة زيادة المساحة المزروعة من هذا المحصول لكن الظروف الصعبة التي تعيشها غزة تقف حائلا أمام نجاح هذا الأمر وتبقى التحديات قائمة رغم نجاح المزارعين في حصاد محصول القمح والشعير لهذا العام فضعف الإمكانات وسوء الأوضاع الاقتصادية باتت مشاكل إضافية لما يسببه الاحتلال من معاناة في هذه المناطق الحدودية حتى بات موسم الحصاد هنا مخاطرة لا بد منها أحمد شردان غزة الميادين بعد في تشجيع الابتكارات الفلسطينية أطلق القطاع الخاص الفلسطيني صندوقا برأس مالي عشرة ملايين دولار لدعم المبادرات الاستثمارية للشباب المدير العام للصندوق المسمى ابتكار حبيب حزان أعلن في حفل الإطلاق في مدينة رامالله عن الاستثمار في ثماني شركات ناشئة تعمل في قطاع الاتصالات والإنترنت وتساهم في هذا الصندوق شركات محلية ورجال أعمال وصندوق الاستثمار الفلسطيني وهو الذراع الاستثماري لسلطة الفلسطينية زعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحثون تفاوض مع الصين تمهيدا لاتفاق يرعى التعاون التجاري الاقتصادي مساعد الرئيس الروسي يوري أشاكوف لفت إلى أن هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال قمة الاتحاد في العاصمة الكازاخية أستانا المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء الدول الخمس الأعضاء يبحث يوم ثلاثاء فاق تعميق تكامل البيني بما في ذلك تشكيل أسواق مشتركة للغاز والنصف ومشتاقاته وأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع العام الماضي ويهدف إلى تحرير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتنقل العمال ورؤوس الأموال اليوان الصيني في أدنى مستوياته منذ خمس سنوات في أعقاب تصريح رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جانت يالن عن احتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة إذا استمر تحسن البيانات الاقتصادية تصريحات يالن الصدر يوم الجمعة الماضي عززت قيمة الدولار أمام أغلب العملات العالمية الرئيسة وفقد اليوان قرابة 300 نقطة أساس من قيمته ملامسا للمستويات المسجلة في شباط فبراير من عام 2011 بعد الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زروا موقعنا الميدين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة واللقاء